لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد لكن عندما يرفضه الجزائريون المادة ماذا تقول المادة الدستورية في الدستور الموجود تقول انه في حالة رفض الجزائريين الى هذا الدستور نقرها لكم يعني حرفيا المادة 209 يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا اذا رفضه الشعب ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفطرة التشريعية اذا عندما يرفض الجزائريون هذا الدستور ماذا سيقول سيعتبر هذا الدستور لاغي ولا يمكن تقديم دستور جديد في المرحلة التشريعية المرحلة التشريعية ماذا سيفعل الرئيس هنا الرئيس او الوعد به هو التعديل الدستور الرئيس عليه في هذه الحالة ان يحل البرلمان بغرفتيه ويدعو الى انتخابات تشريعية جديدة لو كما قلت بانه ما فيش دولة عاشت ثورة شعبية الرئيس الجديد يجي ويخلي المؤسسات السابقة لا ابدا يحل البرلمان يحل كل مؤسسات يحدث ثورة حقيقية في المناصب وفي المؤسسات الدولة وكلها واولها حل البرلمان وهناك من يعطل حتى العمل بالدستور القائم يعطل العمل بالدستور ويبني دولة جديدة نحن لم يعطل عمل دستور ماشي في سياق دستور الدستور متى ينهى لما يجي دستور جديد اذا في هذه الحالة الرئيس عندما يحل البرلمان بغرفتيه يدعو الانتخابات تشريعية تكون نازيهة وشفافة الجزائلون يتجندون بقوة من اجل ان يكون برلمان حقيقي برلمان يتكون من وجوه والحراك الشعبي الذي ضيع فرصة من قبل بسبب هؤلاء المتطرفين والغولات الذين لا يملكون اي مشروع للدولة يملكون مشاريع خاصة من اجل الانتفاع للأسف الشديد فوتوا عليه الفرصة راح تكون امامكم فرصة يكون برلمان برلمان ممكن يكون برلمان كله من الحراك الشعبي وهذا البرلمان هو الذي يعد الدستور وهو الذي تكون منه الحكومة وما الى ذلك من هذه الامور اذا الرئيس عندما يكون فيه برلمان جديد هذا البرلمان منه تتشكل لجنة برلمان او لجنة دستورية ويضاف لها بعض الخبراء يعينون من طرف الرئيس خبراء دستوريين وبذلك هذه اللجنة تشرف على اعداد الدستور الجزائري هنا مطمئن عنده حقيقة من يمثله في البرلمان هناك شخصيات موثوقة في البرلمان هي التي ترافع وهي التي تعد وتعد دستور معليش تأخذ من المواد القديمة ما نخلوه ما نخلوه تعديل لماذا نسميه تعديل؟ نسميه دستور الدولة الجديد دستور جديد تأخذ بعض المواد من قبل مش مشكلة ولكن رح يكون دستور حقيقي والبرلمان هو الذي يقرر هذا الدستور ويصادق عليه إذا رأى الرئيس أنه من الضروري تمريره إلى استفتاء شعبه أهلا وسهلا بالنسبة إلى مادة التمازيغ هذه يجب أنه على النواب في البرلمان أنه يرفضوها أنها تدرج إلا عن طريق استفتاء شعبه ولكن أنها توضع كعنصر من عناصر هوية الثقافية شيء جيد معليش تغلق الباب على المزايدين والمتاجرين بهذه القضية من أجل ضرب أمن الدولة واستقرارها وأنتم تعرفون المعطيات الأخرى إذن بهذه الطريقة هذا الطريق سهل جدا سهل جدا والذين يقولون لكم أنه إذا فشلت أيها الجزائر يستغلون مشاعر ما يسمونه بصبع لزرق والناس اللي لهبت إلى الانتخابات وقتنعت بأنه يجب أن يكون مصار الانتخاب هو الأضمن حتى لا تنزلق أمور الدولة في ظل التحريض أي ظل عنيف الذي كان جاريا في تلك المرحلة هؤلاء يستغلون مشاعرهم خاصة من العوام أو إذا ما انتخبتوش ابن عم وأنه بهذا ركم ترفضوا في الرئيس لا أبدا الرئيس جاعت مشروع وعدستور للجزائريين قالوا لا هو خادم للجزائريين بل أن هذا سيرفع من شأن الرئيس وسيزيده قوة وسيزيده من شرعيته عن نسبة الانتخابات في 2012-2012 كانت ليست كما يجب أن يكون ولكن بهذا الاستفتاء فأنتم تمنحون شرعية أخرى للرئيس نعم إذن هذا من يقول لك أن هذا استفتاء سيكون نهاية الرئيس ونهاية المسار يكذب عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله